طريقتين في منتهى القوة يساعدوك على التحكم في هدوء أعصابك يحموك من الغضب الحياة بقت سريع جدا وسرعة الحياة بقت خلت الناس في حالة تصرف وردود أفعال عنيفة جدا وسريعة جدا ورتم الحياة عن مال يتصارع والغضب عن مال بيعلة وبيعلة وبيعلة أنا باتحدك أنت لو نفست طريقتين دول أو واحدة من الطريقتين دول ويا سلام لو اللي اتنين مع بعض واللي اتنين علميتين جايين من العلم والتنين روحانيتين جايين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم طريقتين دول لو بدأت تعيش بيهم وتنفذهم لمدة شهر أو شهرين في حياتك أنا بتحداك أنت مش هتغضب بعد كده قبل أنت حتقدر تتحكم في غضبك أنت حتقدر تسيطر على أعصابك أنت حتعيش في حالة هدوء نفسي مش في حالة توطر عصبي وغليان إيه الطريقة الأولانية؟ الطريقة الأولانية باختصار شديد خد مسافة بين الفعل ورد الفعل يعني إيه خد مسافة؟ أنت اللي بيحصل حد غلط فيك حد بعت لك رسالة وحشة حد تنرفز عليك حد زع عليك على طول بيكونوا رد الفعل إيه؟ فوري مفيش مسافة بين الفعل اللي حصل لك وبين رد فعلك إلغاء المسافة دي هي أحد أسباب أنك ترد ردود عنيفة أو غضوبة أو تفقد أعصابك ممكن لو سمحت تبدأ تدرب نفسك تاخد مسافة والمسافة دي مش يعني مش بالشهور خمس دقايق، عشر دقايق، ربع ساعة حسب الحدث يوم لو الموضوع أكبر لكن خد قرار إن أنا هتحكم في نفسي وفي رد فعلي أنا مش بقولك إلغي رد الفعل بس خد مسافة أخره أخر رد الفعل لدقايق معدودة أو حسب بقى الموضوع ساعة هرد عليك بكرة، حد بيستفزك إوعى تستجيب الاستفزاز حد هرد عليك بكرة وإوعى حد يجبرك إنك ترد على فكرة أنا ما كانش عندي الصفة دي اتعلمتها هرد عليك بكرة، طب ما ترد علي دلوقتي أنا أرد علي وجاوبني وتدخل في حدوتها هرد عليك بكرة طب بس أنا معايا تليفون مهم عشر دقيق أرد عليك إنت بتعمل العشر دقيق دول ليه؟ عشان تاخد مسافة بين الفعل وبين رد الفعل الحياة المشحونة اللي إحنا عايشينها ألغت المسافة، إلغاء المسافة بين الفعل ورد الفعل هو اللي بيعمل الإشكالية الداخلية وبعدين الموضوع يا تفاقم وتتحول الإخناق بينك وبين مراتك أخر رد الفعل طب والكلام ده علميا ليه؟ علميا لأن العلم بيقولك يجب أن يسبق التفكير السلوك حد تفهم يعني إيه؟ يعني إيه وعد تتصرف قبل ما تفكر فلو السلوك التصرف سبق التفكير انت بقيت إنسان عشوائي انت أكيد هتخبط في الحيط أكيد هتخسر لأن الصح إن الوعي قبل السعي ده مبدأ إسلامي وجاي من علم النفس الوعي قبل السعي التفكير قبل السلوك ده علميا طب ومن سنة النبي أنت مش قلت الحل علمي روحي طب ومن سنة النبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم فليتوضق إيه علاقة الوضوء بالغضب عشان تاخد المسافة علشان على ما تروح وتخش الحمام وتتوضى وتنزل المية كده وتبرد شوية حتعرف تاخد رد فعل مناسب للفعل اللي حصل لك ممكن في الأخير تتخانق بس بناء على وعي بناء على أن انت عارف أنت بتعمل إيه وساعتها لما هتتخانق هتبقى متحكم في أعصابك في نوعين من الناس وهي بتغضب واحد غضبان ومش متحكم في أعصابه ده هيعمل مصيبة واحد غضبان ورد فعله قوي لكن هو من جوه متحكم في نفسه سنة النبي إيه؟ لو سمحت خد مسافة بين الفعل وبين رد الفعل إيه؟ وحتوضى حاجة تانية يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم فليغير مكانه يا رسول الله إيه العلاقة؟ لا العلاقة هي نفس الكلام العلمي خد مسافة أخر رد الفعل على قد ما تقدر وإوعى تكسف إنه لازم أرد دلوقتي مين قالك إن ده الصح؟ الصح التأخير خلي بالك يا جماعة الإسلام دين لا يدعو إلى الضعف ولكن يدعو إلى التحكم في الأعصاب وده منتهى القوة يقول النبي ليس الشديد بالسرعة اللي يرد على طول ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب لأن اللي ملك نفسه عند الغضب ده اللي أكثر قوة شوفوا الآية تقول إيه؟ والكاظمين الغيض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين دي مش دعوة للضعف ما دي دعوة لإيه؟ دعوة للتحكم في الذات وده أقوى وحاجة تانية هو ما قالش والذين لا يغضبون قالوا الكاظمين الغيض يبقى معناها إيه؟ هو ربنا بيقولكش خليك بارد انت هتغضب لأنك بني آدم لكن إزاي تكذم غيزك؟ إزاي تتحكم في غيزك؟ دي الطريقة الأولى يبقى الطريقة الأولى خد مسافة وقالت سنة النبي صلى الله عليه وسلم نروح توضق غير مكانك اعمل حاجة تانية انشغل بورقة ما هو غير مكانك؟ يعني انشغل بحاجة تانية بص في ورقة لازم تعملها وبعدين اعمل رد للفعل إيه وعجيلك رسالة على الواتساب مستفزة وترد فوراً خمس دقائق ممكن تتعلم الحكاية دي لأن أنا تعلمتها دي الطريقة الأولى الطريقة التانية للتحكم في أعصابك والتخلص من الغضب والتحكم في ذكر لأن الحقيقة الحقيقة الفقيقة ان الذكر بيعمل حاجة بيعمل تفتيت للشحنات السلبية اللي جواك يعني ايه تفتيت للشحنات السلبية الآن هو الحقيقة الحقيقة نتيجة للحياة الصعبة اللي احنا عايشينها أحياناً بيبقى رد فعلك جداً 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 عن اللي حصل فيك انت مشحون من جوا وانت عندك مشاكل تانية في الحياة فيجي واحد يغلط فيه غلطة غلطة يقوم رد فعلك ايه يا عمي ده ايه رد الفعل العنيف ده ده اكتر بكتير من اللي حصل فيك مراتك بس غلطت فيه غلطة تتحول الى غضوب وحش عبال يتخانق لا 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 انت فيه حاجة تانية امزع عليك انت فيه حاجة تانية يا غضبار انت بتتلكك او انت مقدرتش يتحكم في اعصابك نتيجة الكبت اللي جواك الحل ايه ورد الذكر ورد الذكر بيعمل ايه ايه ده صفي دور الذكر في حياتك تصفية الروح من التشتت والغضب دور الذكر في حياتك تفتيت الطاقة السلبية اللي جواك بذكر اللي هتتصل بمالك الملك فتصغر في عينك الدنيا وتهدى اما طريقتين حلوين بشكل تفتيت الطاقة السلبية بيسموها في العلم ميديتيشن انك تروح تتأمل لكن يا سلام لو تعيش بالايمان بالاسلام وتعيش بسنة النبي اسكر ربنا تهدى يقول الله تبارك وتعالى الذين امنوا وتطمئنوا قلوبهمش ايه ده بذكر الله ألا بذكر الله تطنئنوا القلوب وسلتين رائعتين ممكن تجربهم وتعيش بيهم وشوف فرق اعصابك اه انا عيشت بالذكر والحقيقة انا طريقة اتغيرت الحياة انا اكثر هدوءا وانا قررت اخذ مسافة مع اي حد يضيقني وبعدنا رد الحياة فرقت معايا في الحفاظ على علاقاتي جرب الطرقتين وشوف فعلا حياة احسن هتعيشها شكرا والسلام عليكم ورحمة الله شكرا شكرا